بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى إننا نجد تساهلا كبيرا في نقل الأخبار والأحداث والأقوال الفقهية وغيرها من بعض الناس الذين لا يهتمون بالتثبت والتأني والتيقن وقد أمرنا الإسلام بالتثبت والتأني وعدم التعجل والتيقن من الأخبار إلى الوصول إلى درجة اليقين حتى في التعرف على الله قال الله لحبيبه فاعلم أنه لا إله إلا الله ولم يقل فقل لأن الإسلام دين العقل ودين الفكر ودين إعمال العقل والفكر حتى إذا سمع الإنسان حديثا نبوي يجب عليه أن يعرضه على عقله وقلبه لأن بعض الناس ينقل كلاما على وسائل التواصل في زماننا بزعم أنه من الدين وأنه يجلب الحسنات فيفرح به الناس ولم يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي قال في رواية أنس من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال الله تبارك وتعالى وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ كل أولئك كان عنه مسؤولا يجب على الإنسان أن يتثبت وأن يتروى وأن لا يتعجل بدءا من النطق وكذلك المستمع يجب عليه أن يهدأ في الاستماع والإنصاط إن كان لخير أو بخير فليسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وإن من الآفات التي وضحت واتضحت في زماننا أن الناس يتناقلون الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي ويتناقلون الأحداث وينقلونها لبعضهم البعض وقد دخلوا في أمور الدين وبحثوا في أمور الدين وكل منهم يعتبر نفسه باحثا أو عالما أو فقيها وهذه آفة خطيرة لأن الله تعالى أمرنا ألا نتحدث إلا بما نعلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع الإثم والكذب أن تنقل كل الكلام دون أن تتبين أو تستوضح أو تتأنى في هذا الكلام أو تتروى فيه إن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أصابه الهم مما حدث في حادثة الإفك لكن الله تعالى طمأن قلبه لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم ومن خاض في حق أم المؤمنين الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق نجم وعض على يديه لكن بعد فوات الأوان ولو أنه تروى وتعقل وفهم وتأنى لعلم أن ما ينقل كان كذبا وافتراءا لكنهم تناقلوه من باب نقل الأخبار ومن الناس من يعطي للخبر ما يسمى بالتحبيش فينقل الأخبار برؤيته وبيوجاته وبتخميناته وبسوء ظنه وينقل عن الناس فيظلم ويطغى ويتجبر حتى إذا ما أتى في القيامة عض على يديه وهوما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الإسلام يأمرنا بالتروي والتأني والتفكر والتدبر وإعمال العقل وإعمال الفكر والرؤية الثاقبة والرؤية والعقلية الفارقة أن ينظر الإنسان إلى ما قدم إليه وإلى ما طرح عليه برؤية يتبين فيها الخطأ من الصواب والحق من الباطل اسمع إلى كلام الله قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذن على الإنسان أن لا يتقول على الله ولا على خلق الله وأن يحرص على سمعة الناس وعلى حق الناس حقوق العباد تأتي يوم القيامة معلقة في الرقاب ويؤخذ من حسنات الظالم إلى حسنات المظلوم فإذا انتهت الحسنات ينقل من سيئات المظلوم إلى سيئات الظالم حتى يحمل على رأسه كالبعير وعلى ظهره مثقالا كبيرا فيظلم نفسه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن ما يحدث في زماننا من فرقة ومن شقاق ومن بعد ومن غضب ومن قلق وألم أساسه نقل الكلام وعدم التروي والتأني وعدم التثبت من الأخبار وقد أمرنا الإسلام بالتثبت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين حتى لا نندم قبل فوات الأوان احفظ لسانك أيها الإنسان عليك أن تحفظ اللسان فاللسان صغير جرم كبير جرم احفظوا الألسنة واحفظوا القلوب وأكثروا من ذكر الله واستعينوا بالله وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم